بسم الله الرحمن الرحيم طلبي الأعزاء بهالمقطع بإذنه تعالى رح ندرس مع بعض درس دائرة دي ألان المساحة في الدائرة هلأ كلاياتنا مر معنا سابقا أنه أنا إذا عندي دائرة نصف قطرة بيكون المحيط لهذه الدائرة محيطة هو كي بي ري 2 بي آر وأيضا المساحة مساحة هذه الدائرة بي ري كاري هدول القانونين مروا معنا سابقا بهذا المسال عندي نصف قطرة دائرة هو 2 عم يطلب مني إتشاف ري هلأ كلاياتنا نعرف إنه إتشاف ري هي 2 بي ري طيب الري هوني عندي 2 إذن رح عوض 2 إذن 4 بي بنتبه لموضوع إنه البي هوني ما حدا يفتكر إنه هي 180 لأ البي هوني تقريبا 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 هي 3.14 بهذا المسال عم يطلب محيطة دائرة أيضا عندي أربعة أربعة جزر ثلاثة زاوية قائمة إذن لابد إنه هذا قطر نحن اتفقنا إنه الزاوية المحيطية بتحصر النصف دائرة بتكون قائمة إذن معناها مركز دائرة هون أربعة أربعة جزر ثلاثة إذن لابد إنه هذا هون 8 لأنه زاوية هون 30 معناها هون عندي 60 إذن ري بتساوي أربعة فهو ري لهذه الدائرة 2 بي ضرب ري وبساوي 8 بي بهذا المسال انتبه عندي الزاوية 60 هي زاوية مماسية تحصل القوس من آ إلى بي قياس القوس بيكون ضعف قياس هذه الزاوية 120 درجة لو أنا شكلت مسلس بالشكل التالي رح يكون عندي هون الزاوية المركزية هي عفوا هي نفس قياس القوس يعني 120 درجة لاحظ مسلس متساوي ساقين 120 30 30 هون عندك R إذن هذا R بجزر ثلاثة إذن R بجزر الثلاثة يساوي 8 بجزر الثلاثة راح الجزر مع الجزر معناها الري هو 8 فمحيط هذه الدائرة إذن H-R 2P طرب الري وبيساوي 16B بهذا المثال عم يطلب مساحة الدائرة لاحظ هذا القوس تحصله الزاوية المماسية 30 إذن قياسه 60 درجة لو أنا وصلت من O إلى A و B شكل عندي مسلس متساوي ساقين زاوية الرأس 60 فلابد أنه يكون متساوي أضلع إذن جميع زوايا 60 معناها 4 4 4 إذن R هو 4 مساحة الدائرة P R ك R إذن P ضرب R ك R ربع نصف القطر يعني 16P بهذا المثال عم يطلب مني المناطق المظللة لاحظ المناطق المظلة لتنتج من تفريغ الدائرة من المربع أنا عندي مربع ودائرة كلاهما لهما نفس المركز هلأ الفكرة وين أنه أنا من مركز الدائرة لما باخد نصف قطر أكيد بده يطلع بتعامد مع المماس وهون أيضا لو أخدت نصف قطر أيضا رح يطلع هون متعامد مع المماس طيب و بالأعلى أنا هون في عندي زاوية قائمة إذن حصلت على هذا الشكل هون مربع لاحظ النقطة O عندي هون 6P6 إذن نصف قطر هذه الدائرة 6 إذن للأسفل لو مديت خطها كمان عندي 6 إذن صار طول ضلع المربع 12 وأيضا هون كمان عندي 12 المنطقة المظللة ترى الألان بتساوي مساحة المربع كاملا هي 12 ضرب 12 يعني 144 بدي أطرح منه مساحة الدائرة الدائرة نصف قطرة 6 إذن قلنا P6 إذن 36P هذا هو الجواب بهذا المثال بده المنطقة المظللة لاحظ هون عندي ربع دائرة هاي هون من A ل O 1D إذن نصف قطرة هو 8 الطول كاملا للمستطيل هو 10 إذن هنا أيضا عندي 10 راحة الـ 8 تبقى عندي من D إلى G 2 إذن نصف قطرة دائرة اللي صغيرة هو واحد هون عندي ربع دائرة وعندي نصف دائرة طبعا مختلفات أنصف طالما وبالتالي المنطقة المظللة ترى الألان بتساوي راح أخذ مساحة المستطيل كاملا اللي هي الطول ضرب العرض يعني 80 وأطرح منها ربع دائرة أولا أنا بحسب مساحة دائرة كاملة نصف قطرة 8 P يعني 64 P لكن بعدين بقسم على 4 ليش قسمت على 4 لأنه ربع دائرة أنا ما بدي الدائرة كاملة أيضا بدي أفرغ من الرسم نصف الدائرة اللي هي نصف قطرة 1 P ربع الواحد بضل 1 إذن عندي P على راح أقسم على 2 لأنه عندي نصف دائرة هلأ مشان أوحد المقامات راح أختصر هون على 2 وهون على 2 تبقى عندي 2 بالأعلى 32 إذن الجواب هو 80 في عندي ناقص 32 P وناقص P إذن ناقص 33 P على 2 هلأ لما بيطلب مني إيجاد شريحة أو قطاع دائري مثلا مساحة هذا القطاع كيف بتصرف التصرف إني بتخيل كأني عم بحسب مساحة دائرة يعني بحسب P ري ك ري طبعا هذا بيعطيني دائرة كاملة لكن بعدين بنتبه أنا ما عندي دائرة كاملة عندي قطاع بزاوية معينة هي ألفة وبالتالي بروح شو بسوي بضرب بألفة من أصل 360 يعني بعمل نسبة وتناسب بشوف هاي الألفة قديش نسبتها من 360 لاحظ لاحظ إذن بري ري كري مضروب بألفة على 360 أيضا لو طلب مني طول القوس من A إلى B بنفس الإسلوب بتصرف بقول طول القوس AB هذا كقوس بدي طوله بتخيل حالي عم بحسب طول قوس الدائرة كاملا اللي هو 2 بري لكن بعدين بنتبه إنه إله زاوية ألفة فبدرب بنسبة الزاوية ألفة من أصل 360 درجة لاحظ هون عندي نصف قطر الدائرة 6 عم بيطلب مني المنطقة المظللة اللي بده ترى لألان وبده طول القوس طيب المنطقة المظللة قبل شوي بحسب مساحة الدائرة كاملة P ري كري ربع 6 إذن 36 P رح أضرب بنسبة الزاوية اللي هي 60 من أصل 360 درجة 36 مع 360 يضل العشرة تحت 60 على عشرة تبقى 6 إذن الجواب 6 P إذن هذا القطاع مساحته 6 P بقي عندي حساب طول القوس من A إلى J إلى B إذن القوس A J B كقوس طوله اللي بنحسب محيط الدائرة كاملة 2 P ري هذا محيط الدائرة كاملة لكن بضرب بنسبة قديش الزاوية هي 60 من أصل 360 هلأ 6 ضرب 60 هاي 360 مع 360 اختصرت بقي عندي 2 P إذن طول هذا القوس بهذا المثال عم بيطلب المنطقة المظللة لو وصلت O إلى A أنا بعرف نصف القطر يعامد المماز لاحظ هو حاطط لي إشارة على هذا الطول O J طوله 6 هو نصف القطر إذن O A أيضا 6 بهذا المثلث اللي نتج معي لاحظ ضلع 6 والوتر 12 إذن لابد أنه الزاوية هون 30 درجة وعندي هون أيضا 60 درجة لحساب المساحة المظللة رح أحسب المثلث الكبير كاملا يعني O O A B هذا المثلث وأفرغ منه القطاع الدائري هذا اللي صغير بالأبيض أنا عندي 6 12 إذن هون 6 بجزر ل3 المنطقة المظللة تساوي المثلث القائم جداء الضلعين القائمتين 6 مضروب ب6 جزر 3 على 2 نائس هلأ بدي القطاع هذا القطاع اللي عم بحكي عنه قلنا كيف بحسب مساحة قطاع باخد مساحة الدائرة كاملة P R يعني 36 P مضروب بنسبة الزاوية تبعيته اللي هي 60 من أصل 360 إذن صاوية المنطقة المظلة اللي بتساوي 36 على 2 يعني 18 بجزر اللي 3 قلنا 36 مع 360 عطتني 10 60 على 10 6 إذن نائس 6 P بهذا المثال عم بيقلي O1 O2 O3 مركز لأشي تيار تشاب لتشامبر لر إذن هي دوائر متساوية الأنصاف الأقطر يعني هون إذا عندك R أيضا هون R وهذا R وهذا وأيضا كلياتهم نفس نصف القطر أعطيني O1 O2 8 بجزر 2 هذا الطول من هون لهون 8 بجزر 2 عم بيطلب المنطقة المظللة انتبع إلى المثلس O1 O3 O2 هذا المثلس طول ضلعه هون 2 R وهون 2 R إذن هو متساوي الساقين وقائم معناها زوايا 45 المنطقة المظللة كيف أحسب بدي أخذ مساحة المثلس كاملا وأفرغ منه القطاعات الدائرية اللي 3 المثلس 8 جزر 2 إذن هون عندي هذا الطول 8 وأيضا هذا طول هون كمان 8 إذن نصف قطر هذه الدائرة الواحدة 4 عرفنا نصف القطر المنطقة المظللة تساوي خذ مساحة المثلس كاملا اللي هو 8 ب8 على 2 تبرغ منه إلنا هذه الشريحة من الدائرة وأيضا ربع الدائرة هات وأيضا ها طبعا ما في داعي أشتغل كل وحدة لوحدة لأنه إلن نفس القطر لاحظ زاوية 45 لو تخيلت أني فكيت هذه القطعة حطيت جنب القطعة الثانية رح يكون 45 و45 يعطوني زاوية 90 يعني تخيل كأنه صار عندك كل واحدة منهم 45 وهون أيضا 45 وعندي هون كمان ربع دائرة لو حطيت إلى جوار بالشكل التالي رح ينتج عندي المساحة كاملة هي نصف دائرة إذن سوف فرغ هذول الثلاثة مع بعض دفعة واحدة نصف دائرة مساحة الدائرة P R إذن 16 P لكن على 2 لأنه نصف دائرة معنات المنطقة المظلة 64 على 2 إذن 32 ناقص 8 P في عندي هاي الفقرة بتتحدث إنه لو أنا عندي قطاع دائري لكن ما بدي القطاع كاملا أنا سحبت وتر من A إلى B بدي هالمساحة المظلة كيف بحسب ها طبعا القانون رح تحس إنه طويل شوي لكن ما فيه شيء بتخيل حالي مبدئيا إني لكن أنا ما بدي الدائرة أنا مبدئيا بدي أخذ هذا القطاع شوفوا قطاع الدائري قبل شوي تعلمنا بالخاصيل قبل تعلمت كيف إنه أحسب مساحة هذا القطاع يلي زاويته ألفة إذن رح أضرب بنسبة ألفة من أصل 360 طلعت معي مساحة هذا القطاع لكن أنا ما بدي كل القطاع بدي أفرغ منه هذا المثلث هذا المثلث معلوم منه ضلعين وزاوية إذن بقول نائس نص الضلع الأول بالضلع الثاني بساين الزاوية المحصورة بينهما إذن طبقت قاعدة الساين لتفريغ هذا المثلث بهذا المثال المنطقة المظللة بتساوي إلينا رح أحسب مبدئيا القطاع كاملا هذا كلياته يعني لكن مضروب بنسبة الزاوية من أصل 360 رح أفرغ منه المثلث إذن نائس نص بالضلع الأول بالضلع الثاني طبعا هون كمان 6 بساين الزاوية ساين الستين إذن هو جزر 3 على 2 36 مع 360 بقي 10 60 مع 10 بقي 6 إذن المنطقة المظللة هي 6 P نائس 6 مع 2 3 6 مع 2 3 3 3 إذن 9 بجزر 3 بهذا المثال عم بيطلب مني مساحات المنطقتين مجتمعين لاحظ هون عندك هذا نصف قطر الدائرة وأيضا هذا نصف قطر الدائرة إذن المثلث هذا متساوي ساقين يعني الزاوية أيضا 36 الزاوية على الخارجية هون بتساوي مجموعة الزاويتين إذن تطلع 72 درجة أيضا هون عندي هذا نصف القطر هلأ لو فكرت إني أحسب مثلا هذا القطع لوحد وهذا المثلث لوحد الأمر صعب جدا لأنه أنت عندك هون زوايا غير شهيرة يعني أنا حتى لو حبيت أطبئ قاعدة أو أنزل عمود لأنه أنا ما أعرف ساين 36 ساعتمد على أمر أنه أنا بالمثلث إذا عندي مثلث وأنا متساويتين لاحظ آ أو هذا خط متوسط إذن هالمساحة هاي لآ بأد مساحة آ أو ج يعني أيضا هون آ لو سميت المنطقة الصغيرة هي سميت ب هو عم بيطلب مني ترى لأن بده آ زائد ب لكن أنا بإمكاني أحسب له لاحظ بهذا الشكل رح أخذ هذا القطع وأحسب له مساعده هذا إذن لو أنا حسب مساحة هذا القطع بكون أعطيته الجواب اللي بده إذن المنطقة المظللة تساوي كيف تعلمنا أن حسب مساحة قطع أن بي غي كري حسب مساحة الدائرة يعني 16 بي مضروب بنسبة زاويته اللي هي 72 من أصل 360 72 مع 360 يتبقى 5 بالأسفل إذن 16 بي على 5 بهذا المثال لو أنا وصلت O مع B وأيضا O مع A أنا عندي نصف القطر أربعة إذن هذا كمان نصف قطر هون أربعة وأيضا هذا نصف قطر أربعة أصبح المسلس A O B مسلس متساوي الأطلع زواياه جميعا 60 درجة أنا مطلوب مني حساب المنطقة المظلة بإمكاني أحسب بطريقتين الطريقة الأولى اللي هي أسهل أنا هون عندي الزاوية لو سميت ألف وعلى هذا الطرف الزاوية بيتا شيء أكيد أنه ألف مع بيتا رح يكون 120 درجة لو أنا حسبت المساحتين هدول القطاع الدائري اللي زاويته ألف والقطاع الدائري اللي زاويته بيتا مع بعض لاحظ كيف أن المنطقة المظللة تساوي تخيل القطاعين لو كانوا جنب بعض كان زاويتهم كاملة 120 إذن خليني أحسب كأن عندي قطاع واحد زاويته 120 بي ري كاري 16 بي مضروب ب120 من أصل 360 بهيك بيكون خلصت أنا من هدول كلاهما مع بعض زائد عندي المسلس هذا المسلس متساوي أضلاع كان قانونه هو أ مربع بجزر 3 على 4 إذن 16 بجزر 3 على 4 معنات صارت المنطقة المظللة طبعا 120 مع 360 بيبقى 3 تحت إذن 16 بي على 3 زائد 16 مع 4 إذن 4 بجزر 3 هذا هو الجواب لكن طريقة تانية كمان طبعا الطريقة التانية رح تكون شوي أطول لو أنا سميت مساحة هذا القطاع A إذا أنا جيت حسبت هذا القطاع لوحده هذا الجزء الأبيض وفرغته من نصف الدائرة خلينا نشوف كيف هذا القطاع A إذن بنحسب مساحة القطاع من A لأول B كاملا يعني بهذا الشكل وبفرغ منه المسلس إذن مساحة القطاع كاملا نصف قطر الدائرة 4 بي ري إذن 16 بي مضروب بنسبة زاويته 60 من أصل 360 بدي أفرغ منه المسلس متساوي الأضلاع إذن قبل شوي 16 بجزر 3 على 4 ويساوي الستين مع 360 أعطتني 6 بالأسفل إذن صارت مساحته 16 بي على 6 ناقص 4 بجزر اللي هلأ المنطقة المظللة بتساوي رح أخذ نصف دائرة كامل وأفرغ منه هذا القطاع اللي أنا حسبته قبل شوي نصف الدائرة بي ري كري يعني 16 لكن بدي أقسمه على 2 هاي نصف الدائرة بدي أفرغ منه هذا المقدار اللي هو 16 بي على 6 ناقص 4 بجزر اللي 3 ويساوي إذا بدي أواحد مقامات أنا مضطر هون أضرب ب3 3 ضرب 16 48 48 راح منه 16 بيبقى عندي 32 32 بي على المقام المشترك 6 الناقص ضرب الناقص زائد 4 بجزر اللي 3 لو اختصرت هون على 2 راح يطلع عندي 16 بي على 3 زائد 4 بجزر اللي 3 طبعا الجوابين نفس الشيء لكن بطريقتين مختلفتين راح ننتقل لموضوع حساب مساحة حلقة دائرية لاحظ الحلقة الملونة باللون الأصفر الحلقة الدائرية هي عبارة عن دائرة كبيرة نصف قطرة R كبيرة ودائرة صغيرة مفرغة منها نصف قطرة R صغيرة طبعا احنا تعلمنا كيف نحسب مساحة الدائرة لنا دائرة الكبيرة اطرح لي منها P مضروب بR صغيرة للتربيع بإمكاني أني أخذ P عامل مشترك إذا يصفي عندي R مربع ناقص R مربع بهذا الشكل لكن أحيانا ببعض المسائل ممكن يجي مماس من هون بهذا الشكل ويقول مثلا طول هذا المماس هو X فقط بالمسألة ما يعطيني هدو الأنصاف الأبطار يعطيني إياه أبدا يعطيني فقط المماس بيطلب مني مساحة الحلقة كيف رح أتصر أنا رح أساوي مسلس لو أنا أخذت هون طبعا نصف القطر رح يعامل المماس هذا رح يكون هو نصف قطر الدائرة الصغيرة وهذا نصف قطر الدائرة الكبيرة لاحظ هون صار عندك R كبيرة ناقص R صغيرة طبعا المربعات عم بطبق في ساورس بهذا المسلس انتبه إلى المقدار هون عندك P مضروب ب R كبيرة ناقص R صغيرة إذن معناته نفسه يساوي P مضروب ب X للتربيع إذن شباب إذا طلب مني إيجاد مساحة حلقة دائرية فقط أعطاني المماس باخد المماس بربع طوله وبضربه بP وبهيك تطلع معي مساحة الحلقة الدائرية يعني فقط بربع هذا الطول اللي هو X وبضربه بP لاحظ بهذا المثال R صغيرة هي 2 بينما R كبيرة طبعا هون كمان عندي 2 إذن R كبيرة هي 4 المنطقة المظللة هي P مضروبة ب مربع نصف قطر الدائرة اللي كبيرة يعني 16 ناقص مربع نصف قطر الدائرة اللي الصغيرة 4 إذن معنات 12 P بهذا المثال قبل شوي لمحت إله إذا عندي مماس هذا هو سميناه X إن كيف منحسب مساحة الحلقة منربع هذا الرقم ومنضع جنبه P إذن 36 P هو مساحة الحلقة بهذا المثال عم بيقلي مساحة الحلقة 72 P عم بيطلب مني طول AB قبل شوي حكينا إنه لو أنا عندي هذا الجزء اللي سميناه X إلا منربع ويطلع معي مساحة الحلقة بحط جنبه فيه معناته X هو عبارة عن جزر 72 72 هي 36 2 إذن 6 بجزر 2 إذن هون عندي 6 بجزر 2 طبعا شي طبيعي هون كمان 6 بجزر 2 إذن AB كاملا رح 12 بجزر 2 هلا لو طلب مني إيجاد قطاع زاوي إلو زاوية من حلقة كيف بتصرف مثل ما سوينا بمساحة الدائرة كاملة بحسب مساحة الحلقة كاملة إذن المنطقة المظللة خذلي مساحة الحلقة كاملة قبل تعلمنا أنه P مضروبة بR مربع ناقص R صغير التربيع هذه الحلقة كاملة لكن هذا القطاع يقابل زاوية ألف فبدروب بنسبة الزاوية من أصل 360 أو لو كان أنا عانطيني مماس مثلا هون طوله X مثل ما نصرفنا قبل قليلا أن P مضروب بX كاري لكن بضروبه بألف من أصل 360 بهذا المثال انتبه عندي نصف قطر الدائرة الصغيرة أربعة بينما نصف قطر الدائرة الكبيرة هو 6 المنطقة المظللة لنحسب الحلقة كاملة إذن P مضروب بR كبير للتربيع 36 ناقص R صغيرة للتربيع 16 أنا بهيك بيكون حسبت الحلقة كاملة لكن أنا ما بدي حلقة بدي القطاع اليقابل زاوية 45 راح أضرب بنسبة 45 من أصل 360 درجة إذن المنطقة المظللة 36 راح 16 20 إذن 20 P 45 مع 360 بيضل عندك 8 بالأسفل إذن على 8 20 وال8 بيقبلوا على 4 إذن 5 P على 2 بهذا المثال عندي A B طوله 12 إذن الطول الكامل هون 12 فإذن الجزء من J إلى B أكيد هو طوله 6 مساحة الحلقة كاملة كنا نأخذ هذا الرقم من ربعه ونضربه ب P هذا الحلقة كاملة لكن أنا لا أريد الحلقة كاملة ما أفعله سأخذ مساحة الحلقة الكاملة ونضربها بنسبة الزاوية التي هي 30 من أصل 360 درجة 36 مع 360 يبقى 10 30 على 10 3 إذن جواب 3 P إذن مساحت 3 P بهذا المثال عندي المنطقة المظللة 45 P يطلب مني طول A B كاملا ألاحظ هنا 45 قطاع الزاوية الذي يقابله هو 90 درجة يعني ربع للحلقة إذا ربع الحلقة 45 معناها الحلقة كاملة اضرب ب 4 رح يطلع عندي 180 P 180 P هي مساحة الحلقة كاملة طيب نحن قبل تعلمنا أنه أنا هذا الجزء من ج إلى B المماس للدائرة بأخذ هذا الرقم وبجزره إذن جزر 180 يساوي هي 36 بخمسة إذن 6 بجزر الخمسة معناها هون عندي 6 بجزر الخمسة طلع عندي من J إلى B شيء أكيد من J إلى A أيضا 6 بجزر الخمسة فطول A B كاملا هو 12 بجزر الخمسة الموضوع الأخير المتعلق بالمساحات في الدائرة هو موضوع التشابه إنت إنت بيحصل عندي تشابه في الدوائر لما بتلامس دائرتين مع بعض وباخد وتر يمر هذا الوتر بنقطة تلامس ويكمل إلى الدائرة التانية تتذكروا سابقا في بحث الزوايا في الدائرة قلنا بوقتها أثبتنا أنه هذا القوس قياسه يشبه قياس أو يساوي عفوا قياس هذا القوس إذن هذا القوس اللي في الأعلى عند الفوق S2 بساوي قياس القوس اللي عند S1 قياس بالدرجات وليس كطول إذن بيحصل عندي تشابه ما بين هذا القطع وهذا القطع ببساطة شديدة فينه أقول نسبة التشابه كام شو بتساوي إذا هون عندي X وهذا طوله Y الوتر هون طوله X وهذا طوله Y يساوي X على Y وتر الدائرة الأولى على وتر الدائرة الثانية وهو بنفس الوقت بساوي إذا هون عندي R1 وهون عندي مثلا R2 بساوي R1 على R2 وبنفس الوقت يساوي طول هذا القوس AB إذن AB كقوس على طول القوس BJ كطول وأيضا حتى بحس يساوي محيط الدائرة الأولى على محيط الدائرة الثانية كاملة نفسه هذا نسبة التشابه لكن أنا لو عم بحكي عن المساحة لاحظ S1 على S2 متل ما تعلمنا بتشابه المسلسات رح يكون مربع نسبة التشابه يعني X على Y للتربيع بهذا المثال انتبه في عندي هذا القوس قياسه متل قياس هذا القوس إذن في عندي تشابه ما بين القطاعين هدول لاحظ وطر هذا القطاع 2 الوطر هون 3 إذن نسبة تشابه الأضلع هي 2 إلى 3 لكن المساحات لنا مربع نسبة تشابه يعني 4 إلى 9 معناها إذا هون عندي 4A بالأسفل 9A عندي طيب إذا 4A هي 8 معناها الآن بيطلع 2 فالتسعة A أكيد رح تكون 18 أيضا بهذا المثال لاحظ هذا القوس يساوي هذا القوس إذن القطاع هون يشبه القطاع في الأعلى نسبة التشابه هي 2 إلى 5 ووتر القطاع الأول على الوتر الثاني معناها نسبة المساحات مربع هذه النسبة 4 على 25 فإذا هون عندي 4A في الأعلى عندي 25A انتبه 25A بتساوي 50 إذن A يساوي 2 إذن A 2 طيب الأربعة A بتطلع عندي مساحة هذا القطاع 8 بهذا المثال لاحظ عندي تشابه في تلامس بين الدائرتين نصف قطر الأولى على نصف قطر الثاني 10 على R يساوي وتر الأولى على وتر الثاني إذن 13 على 5 معناها R يساوي 50 على أيضا لا زلنا في موضوع التشابه لكن الآن التلامس من الداخل لاحظ دائرتين متلامسين عند النقطة A من الداخل وأخذ وتر من A إلى B في الدائرة لو كملوا إلى الدائرة الثانية كمان مر معنا سابقا أن هذا القوس قياس يساوي قياس القوس الكبير بالأسفل إذن لو هون عندي X وهون عندي Y نسبة بالتشابه أن نصف قطر الأول على نصف قطر الثانية R 1 وهون R 2 إذن R 1 على R 2 و يساوي وتر الدائرة الأول اللي هو X على وتر الدائرة الثانية كاملا هو X زائد Y طبعا بالنسبة للمساحات يكون عندي مربع هذه النسبة يعني لو أنا قلت مساحة القطاع اللي صغير يساوي مربع هذه النسبة يعني أخذت X على X زائد Y طبعا للتربيع انتبه هنا في عندي هذا القوس لنا يساوي هذا القوس كاملا معنات نسبة التشابه هي وتر الدائرة الأولى 4 إلى وتر الدائرة الثانية اللي هي صار 7 المساحات مربع هذه النسبة 16 على 49 يعني إذا هذا القطاع 16 A فالقطاع كاملا هذا لاحظ كاملا لازم يطلع 49 لكن عندي هذا الجزء منه 16 تبقى إذن هون عندي 33 A هلأ انتبه إذا عندك 16 A يساوي 8 معناها A هو 1 إلى 2 معناها S المساحة المطلوبة 33 ضرب نص يعني 33 على 2 بهذا المسال يطلب مني نسبة X إلى Y لاحظ هذا القوس قياسه تماما مثل قياس هذا القوس فإذا في عندي تشابه ما بين القطاع الصغير مع القطاع الكبير الكلي لاحظ هنا يعطيني مساحات وبالتالي أنا رح أحكي عن مربع نسبة التشابه هي مساحة القطاع الصغير إلى مساحة القطاع الكلي الكبير 4 و 12 يعني 16 4 على 16 يعني 1 على 4 إذا نسبة المساحات يعني هي مربع نسبة تشابه 1 على 4 معناها نسبة تشابه جزر 1 على 4 رح رح يطلع 1 إلى 2 شو معناة 1 إلى 2 معناه هذا الكلام إنه إذا هذا الوتر طوله X فالوتر الثاني هو ضعفه 2 X هذا معناة 1 إلى 2 يعني نص فالوتر هذا نص الوتر الكبير طيب عندي X شيلة من 2 X تبقى عندي أيضا X إذن Y يساوي X معناة X بإمكاني إني أدرس مبدئيا الدائرة اللي صغيرة هاي مع الدائرة هذول المتلامسين خارجا إذن عندي هذا القطاع في الأعلى قياسه مثل هذا القطاع الموجود هون نفس القوس نفس قياس القوس أصدي نسبة التشابه هي 2 إلى 3 معناته نسبة المساحات هي 4 إلى 9 يعني لو كان عندي هون 4 فأكيد بالأسفل عندي 9 هل من أجل إيجاد S1 بإمكاني أشتغل مثلا ممكن على الدائرة اللي بالداخل وأيضا الدائرة الأكبر منها فيني أقول مثلا طبعا حتى لو اشتغلت في الدائرة الخارجية ما في ماشي لنفس الشيء هذا القطاع يشبه هذا القطاع الكبير القوس إلى نفس القياس نسبة التشابه هي وطر الدائرة اللي صغيرة 2 إلى وطر الدائرة اللي كبير 2 واربعة يعني 6 معناته نسبة المساحات هي 4 على 36 هذا القطاع مساحته 4 إذن S1 مع S2 هذا القطاع كاملا 36 شين منه 4 يتبقى عندي 32 30 أه بده S1 زائد S3 على S2 S1 هو 32 طبعا ما بدأ أكتب قال أنه راح تختصر زائد S3 9 على S2 اللي هو 4 يعني بيطلع 41 على 4 عندي موضوع أنبه إله هو موضوع الدوائر اللي بيكون أنصاف أقطار لاحظ هذا الجزء مثلا هون أد هذا الجزء أد هذا الجزء أو بالأحرى مثلا ممكن أنه تجيك الرسمة بالشكل التالي يكون عندك مثلا النقطة O وانت عم تأخذ أقواس متساوية إلى آخر هي قطاعات زاوية طبعا هذا الطول أدهاد وهون عندي كمان مثل ما تعلمنا بالمثلسات بيطلع عندي أعداد فردية إذا هون A تحته 3 A 5 7 إلى آخر أعداد فردية لاحظ حتى الدوائر كاملة S 3 S 5 S وممكن بعدين 7 S إلى آخر لاحظ بهذا المثال عندي هون K وعندي 3 K عم بيقلي المساحات المظللة متساوية عم بيطلب مني قياس الزاوية ألف قدي إيش رح تكون أنا عندي K و3 K رح أفصل 3 K أسوية أجزاء عبارة عن أجزاء متساوية بالشكل التالي قطعت إلى هون K وأيضا K وأيضا K وفي الأعلى عندي K إذن بإمكاني أطبق القاعدة اللي هلأ قلت هون عندي A بالأسفل 3 A 5 A 7 A إذن انتبه للمنطقة هاي كاملة شو صارت مساحت صارت هي مجموع المساحات 3 و5 و7 إذن صارت 15 A 15 A هو عم يقول لي S1 بتساوي S2 إذن معناها المنطقة تبعية S1 أيضا طلعت هون 15 A طيب نرجع للدائرة انتبه الزاوية ألف أعطتك مساحة A أنا عم بحكي هلأ فقط في الدائرة اللي صغيرة خلي اهتمامك فقط في الدائرة اللي صغيرة هاي إذن الألف أعطتني A طيب الـ 15 A قديش لازم تكون زاويت هون لازم تكون 15 ألف ألف أعطتني A فالـ 15 ألف بتعطيني 15 أ إذن صارت القطاع الدائري كاملا للزاوية الكاملة صارت 16 ألف إذن 16 ألف بتساوي 360 فيني أختصر على 8 صف عندي 2000 بتساوي 45 معناها الألف بتطلع 22 ونص درجة بهيك شباب يكونوا وصلنا لنهاية هذا المقطع بتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لأصلاقكم